افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد انهيان رئيس ديوان ولي عهد ابو ضبي الحفل السنوي الخامس لصندوق خليفة لتطوير المشاريع والمعرض المصاحب له الذي يضم اكثر من خمسين مشروع مدعومة من الصندوق ويقام تحت رعاية الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد انهيان ولي عهد ابو ضبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة حضر الحفل عدد من اصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الدوائر المحلية وكبار المسؤولين ورجال الاعمال في الدولة واكد سمو الشيخ حمد بن زايد انهيان ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد انهيان رئيس الدولة حفظه الله يضع المواطن في صلب اولوياته ويحرص على النهوض به على جميع الاصعدة باعتباره محور التغيير والتطور المستمر والركيزة الاساسية في عملية التنمية المستدامة منوها سموه بان المواطن يشكل ثروة الوطن الحقيقية وادات التغيير نحو الافضل